مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين وكل سنة وانتم سالمين من العيدين الفائزين يا رب اليوم عمرت بسكوت كده حلو وسريع وسهل جدا وطعمه لديد اذكركم زي ايام زمان شفتوا البتوفور حق ايام زمان او الكعك حق ايام زمان حاجة جدا روعة خلونا بالمقادير طريقة التحضير اندي زبدة بحرارة الغرفة او تكون باردة يعني بحرارة التلاقة نحنا ما نقولش بحرارة الغرفة التلاقة يعني باردة اخلطها تمام اللين كده تنعم معايا اضيف له سكر بودر مطحون جاهز مش اللي تعملوه في البيت واضيف بيضة وفانيليا ورشة بسيطة من الملح بعدين اضيف ربع كوب من الزيت وكمان اخلط اللين احصل على هذا القوام شوفوا كريمي اذا شفتوا الخليط حار دخلوه في التلاقة شوية لازم نحن يكون بارد هنا اضيف الطحين بالتدريق مع بكنش بودر ورشة من الهيل الهيل هو اللي يعطيه طعم ايام زمان حاجة بسيطة يعني مينطعمش الهيل والطحين ضوفوه بالتدريق الين احصل على العقينة متماسكة شوفوا كيف نفس هذي الطريقة تقريبا اخد مني كوب ربع من الطحين اني ما عقنش بس اقلب اقلب العقينة لكن لا تعقنوش تطلع العقينة قاصية معاكم الكعك الان ادخله في التلاقة ربع ساعة اولين تبرد شوية بعدين اطلعه واستخدمه انا استخدمت هذا القمع خاص بهذه العقينة بس انتم تقدروا تستخدموا القمع تبع البيتفور او كمان تقدروا تستخدموا قمع عادي تبع بلح الشام يعني المتوفر معاكم وكمان فيه الابرة تبع الابرة فيه زي الابرة تيجي تبع الكعك او تبع تشكيل الكريمة تكون زي البلاستيك ابرة اذا متوفرات تنفع كمان حاجة جدا روعة شكلوه بعدين ادخل الصينية بعد ما كمل التشكيل تماما ادخل الصينية في التلاقة لازم تدخل في التلاقة عشان الشكل ميتغيرش كمان بعدين اسخن الفرن الى حرارة 200 وفي الرف اعلى حاجة تعملوه بالرف اعلى حاجة بس يسخن حرارة 200 اخليوه 10 دقائق في اعلى شي حرارة 200 لازم يكون يتحمر اول ما تشقر من تحت افتحوله شوية من فوق نزلوه بالطابق الوسط وافتحوله من فوق بس كده يتشقر خفيف ومرات ما يحتاجش انكم تفتحوله من فوق وتاكلوا الاد كعك او الاد بسكوت حاجة جدا روعة وكده تحسون خفيف جدا تاكلوا حبة ورحبة وبالعافية ليولكم لا تنسوا تضغطوا على القلب